من السعودية طيب تفضل طيب الرواية ما فيها تحرش كيف بتقول انت انه في تحرش شلون ما فيها تحرش شرح لنا انت شرح لنا فين التحرش الموضوع فأهوى بيده يضع يده عليها طيب ناخد الرواية من البداية ايالله دقيقة بس افتح الرواية من الموقع ليش اكتب اكتب صحيح البخاري فأهوى بيده يضع يده عليها وهوى بيده يضع يده عليها الله عزيز عن أبي وسيد اي ماذا يستم ماذا يده عليها اهوى بيده اهوى بيده وما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي لي نفسك اي فقالت فالتهب الملكة نفسها للسوق قال فهو يضع يده عليها لتسكن فقالة تعوذ بالله منك فقالة قد عدتي جمعات اي هذا تحرش لنفت يدها شفتها يضع يده عليها عليها اي هاي لامستيات حلوة لامستيات طيب طب هو قال هبي نفسك لي اي يعني الرسول عنده ميزات غير عن الناس الثانين يعني زي انه يتزوج عشرة مو اي مسلم يقدر يتزوج عشرة اي فهو طلبها لسي هبي نفسك لي هي ما قبلت طلبها لتزواج اي نعم حسنت هي رفضت هي رفضت قالت هل تهيب الملكة ونفسها للسوق السوق اي الذي لا مقام له او لا احترام له بين الناس يعني اهانته جيد رفضته هذا حقه هو راح متحرش بيها يحطيده عليها السوق مو معناته انه نسان بلا قيم السوق معناته انه مثلا واحد من الشعب غير اهل اهل الملك يعني اي واحد من الشعب سواء ليس اخي كريم جاءت في سياق الاهانة اي انت لا تملك شيء ابتهم يا عيون انت لا ترقحها هل تهيب الملكة نفسها للسوق يعني يعني انا ملكة ما اهب نفسها للنقض احسنت يعني 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 نبيك لا شيء امامها احنا ما نتعارك على هاي المهم رفضته بنته رفضته ما تبي ليش يحطيده عليها فقال اهوى ليضع عليها لتسكن طب قال فقال فاهوى ليضع يديها عليها لتسكن يعني عشان يهديها لتسكن يعني اي انها كانت غاضبة مختنع وبعدين لو بتحرش ما لو بتحرش ما يمسك يدها يمسك اماكن ثانية بس لنه فاهوى بيده يضع يده عليها ما ذكي على المكان فانت تقول مسكة حتى يهديها ايوى انت اذا واحد تقدم لاختك واختك رفضته يتدخل يحطي يدع عليها يهديها هذا رسول مو نفسه الثاني يعني جاسي قل لك لتسكن اي كانت غاضبة يعني والدليل على غاضبة انها قالت تحب الملكة نفسها للسوق من اجازة له ان يضع يده على امرأة غريبة ميجوز غير حرام لتسكن يعني زي مثلا لما الشيخ يقرأ على فلان مثلا في صرع ولا حاجة لانه هي كانت ستزعب يقول لتسكن عشان تهدى فجاء الرسول بيضع يده عليها فهي قالت يعني ما حط يد عليها اي هي فهمتها تحرش كفرت به قالت له اعوذ بالله اعوذ بالله منك اذا وجهت للنبي معناها كفر به ابتهم لان النبي لا يتعوذ منه هو ليس شيطان الا اذا كان نبيكم شيطان لا هي ما اعتقد انه شيطان تحرش بيها وضع يده عليها لماذا حتى يهديه لتسكن لتحب الواحد يهدي اختك يا ابن الحلال في فرق بين رسول وبين شخص هذه المرأة كانت يعني من سياق الكلام يبقى ما عنده تشريع يضع يده على النساء اشبيها انا اللي باين عليها في الحديث انه باين انه ليس عليها لتسكن افهمها اخي كريم اخي كريم افتهم افتهم نبيك لا يوجد لديه دليل قال له اينما تضع يدك فثم وجه الله فثم النساء والرجال ما عنده هذا التشريع قيل له اما انتهب نفسها لك او تطلبها للزواج صح لو مصح اه اه احسنت هذه المرأة لا قبلة تهب نفسها ولا قبلة الزواج من عنده معناها غريبة محرمة عليه كيف يضع يده عليها لانه كانت غاضبة فكان زي اللي بيقرح عليها انه اللي تسكن افهم اش المبحك اوه الله قولة لان انت اختك غاضبة حقيقي هاذي كرامة من الرسول لانه صارت gan وكانت غاضبة يضع يدها عليها لتسكن لعشان تهدأ صارت منقبة صارت منقبة الحين الله يلقى رايش عندك سوادف ليش تطلع مناقب تشكل عليها منقبة طب قل لي كلام صح ولا غلط أخي كريم هو هي ليست حلال عليه لا يجوز أن يضع يده عليها كيف يضع يده عليها لتسكن هذا لا يجوز يقبل أنا حطيدي على أختك الكريمة يا أخي ما تقارن نفسك بالرسول يبو نفس الحرم عندنا افتهم بس أنت ما تحط مثال تقول لي تقبل أنا حط يد عليها لا هذا الرسول هذا الرسول شاف أنها كانت غاضبة ودليل حتى في علامة تعجب هنا يبو ما في ما في ما عنده تشريع يضع يده على النساء الغريبات حرام لا ما توقع حرام الدليل هو لم لم يكن يمسك أي امرأة لا تجوز له إلا أن تهب نفسها بنص كتابي عثمان المصحف قطية هذا ما جايفته لا أنا فاهم عليك بس أنه أنا توقع كلامك غلط جالس تفسر الحديث مو بالطريقة الصحيفة أخي كريم نبيك يجوز ينام مع وحدة أو يمسك وحدة بدون ما تحله كزوجة لا شوفت لا لا تحط مثالين زي بعض تقول ينام ويلمس أخي هل يجوز أن يمسك أي امرأة بالشارع؟ إذا كانت غاضبة أو زي كده يعني يحتريها شيطان هذا عشان يهديها أمطيني دليل من كتب السنة تفضل دليل أنه عادي يجوز يمسك الحرمة ما عندي دليل لهم ما موجود أخي كريم عيب أنت ما تستحيح لما تحس نفسك أنت شبير ومقبل على زواج ما ترمي الزوج ما تحس يعني ما جاي تخجل ولا عادي عندك حبيبي أنا عمري كله عشرين سنة تجبل مقبل على زواج صغر نفسي مو مشكلة مو مشكلة إن شاء الله أي أنت ما تخجل يعني ما تخجل ما عندك ولا عادي عندك الوضع الآن الظاهر أنت تقبل واحد يحطيه على أختك جيد؟ يا ابن الحلال قلت لك لا تغلق أنا قيل لك في فرق بين رسول طب ما عنده دليل نبيك ما عنده دليل يضع يده على امرأة أنا لو أدور أنا المحكلة ماني يعني ما أفهم كثير طيب 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 أكيد إنه ابحث ابحث وشوف نبيك عنده دليل يحط يديه على نسوان وورده يتصل بي يا أهلا بك شكرا إليك شكرا إليك يا أهلا شكرا إليك يا أهلا card